السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف السابع اليوم إن شاء الله رح نتحدث عن الدرس ما قبل الأخير في مادة العلوم العامة وهو الذي يتحدث عن طبقات الغلاف الجوي بداية نتعرف مع بعض شو نعني لما أنا بحكي عندي الغلاف الجوي الغلاف الجوي نتخيل مع بعض هاي الكرة الأرضية عندي الغلاف الجوي هو عبارة عن مجموعة من الغازات التي تمتد من سطح الأرض تمام وحتى ارتفاعات تقدر بمئات الكيلومترات بالابتعاد عن الأرض يعني بنحكي هو زي غلاف فسمينا إحنا الغلاف الجوي لأنه عبارة عن غلاف هو غلاف يحيط عندي بالكرة الأرضية يمتد عندي من سطح الأرض وحتى ارتفاع لمئات الكيلومترات مماذا يتكون أكيد بتكون عندي من مجموعة من الغازات إذن الغلاف الجوي هو غلاف يحيط بالكرة الأرضية يمتد من سطحها إلى ارتفاع مئات الكيلومترات ويتكون طبعا أكيد من مجموعة من الغازات لما نيجي لهذا الغلاف الجوي بدي أعرف أنا إيش مكونات هاي الغازات اللي موجودة عندي بالغلاف الجوي لذلك لو جب لك سؤال أذكر مكونات الغلاف الجوي فالغلاف الجوي يتكون عندي زي ما أنتوا شايفين بهذا الرسم اللي عندكم مكوناته يتكون من غاز النيتروجين بنسبة 78% يتكون من غاز الأكسجين بنسبة 21% ويتكون زي ما أنتوا شايفين من غازات أخرى بنسبة 1% إذن يتكون من نيتروجين 78% من أكسجين 21% ومن غازات أخرى بنسبة 1% طبعا بالإضافة أنه زي ما حكينا بالبداية يتكون من مجموعة من الغبار والأتربة فيه مجموعة من الغبار المحيط فيه والأتربة لما أجي أنا أحكي يا شباب عندي شعني غازات أخرى غازات أخرى وأقصد فيها نوعين آخرين من الغازات اللي هم غاز ثاني أكسيد الكربون اللي يرمز له بالرمز CO2 زي ما إحنا كلياتنا بنعرف وبخار الماء اللي هو H2O فإذا لو جب لك السؤال الموجود عندي تحت الرسم اكتب بلغتك الخاصة عبارة تصف فيها مكونات الغلاف الجوي باكتب يتكون من خليط من الغازات طبعا لو إجاك ما هو أكثر الغازات الموجودة في الغلاف الجوي أكيد زي ما أنتوا شايفين عنه يا لهو غاز النايتروجين أي لك بالسؤال الثاني أذكر أمثل على غازات أخرى لم ترد أسماؤها اللي هي الغازات الأخرى تصدف فيها اللي هي بخار الماء وثاني أكسيد الكربون هلأ هذا الغلاف الجوي اللي يحيط عندي بالكرة الأرضية المكون من الغازات خليط من الغازات والغبار والأتربة يقسم إلى عدة طبقات على أي أساس أنا قسمته إلى عدة طبقات تبعا لا اختلاف خصائص معين عند الانتقال من كل مسافة إلى مسافة أخرى فهو هون جاي سائلنا حكي لك ما هي طبقات الغلاف الجوي بهمني قبل ما أتعرف على طبقات الغلاف الجوي يا سابع بهمني أحكي أنه أنا هاي عندي طبقات الغلاف الجوي رح تحدث عنها هلأ بهمني تعرف أنه أنا كل ما ارتفعت عن سطح الأرض قاعد تركيز الهواء الجوي عم بيخف كل ما انتقلت من من سطح الأرض إلى طبقات الغلاف الجوي العليا قاعد عندي عم بيقل عندي تركيز الهواء الجوي كل ما ارتفعت إلى أعلى هل سؤالي بتظل درجات الحرارة بازدياد ولا بتناقص ولا درجات الحرارة ثابتة كل طبقة من الطبقات اللي رح نتحدث عنها حاليا هلأ رح تعرف أنه درجة الحرارة فيها بتختلف فيه طبقات فيها درجات الحرارة بتقل وفيه درجات الحرارة في طبقات أخرى قاعدة عندي عم بديد هلأ لو اجاك سألك ما هي طبقات الغلاف الجوي بهمني تعرف أنه طبقات الغلاف الجوي هاي عبارة عن أربع طبقات أول طبقة بتواجهني بانتقالي صعودا يعني من سطح الأرض إلى الغلاف الجوي أول طبقة بتقابلني اللي هي طبقة تروبوسفير هلأ رح نعرف شو هي خصائص هاي الطبقة الطبقة الثانية اللي بتقابلني اللي هي طبقة استراتوسفير الطبقة الثالثة اللي هي طبقة الميزوسفير والطبقة الرابعة اللي هي طبقة الثيرموسفير ليش حاططلي عندي هون مكوك أو قمر صناعي ومكوك فضائي ليش حاططلي عندي هون شهوب ليش حاططلي عندي هون اللي هو أجسام أخرى ليش حاططلي بالتروبوسفير طائرات هاي اللي هي الرموز اللي ها معاني هلا رح نتعرف عليها لو قلبنا مع بعض على الصفحة اللي ورا رح نلاحظ انه حاططلك اللي هو تعريف الغلاف الجوي زي ما حكيناه قبل شوي اللي هو عبارة عن طبقات تختلف عن بعض البعض باختلاف الدرجات الحرارة طبعا هي تقسم زي ما حكينا قبل شوي لأربع طبقات تبعا لاختلاف درجات الحرارة لو جينا مع بعض يا سابع إلى أول طبقة رح نتحدث عنها اللي هي طبقة التروبوسفير سموها بالطبقة المناخية بهمني تعرف انه هاي الطبقة هي أول طبقة من طبقات الغلاف الجوي زي ما حكينا قبل شوي بتواجهني اللي هي إذا بننقل بالصفحة هي طبقة التروبوسفير اللي هي أول طبقة عندي في طبقات الغلاف الجوي هاي الطبقة طبعا اللي هي الملاصقة للأرض يعني أول طبقة من طبقات الغلاف الجوي خصائصها أول إشي سمكها متوسط يعني يبلغ حوالي 12 كيلومتر من سطح الأرض انطلاقا من سطح الأرض لحد 12 كيلومتر وأنا طالع هاي أنا لساتني في طبقة التروبوسفير هلأ ليش سميتها الطبقة المناخية لأنه هي الطبقة اللي إذا بدي أجل الخاصية هاي تحدث فيها معظم التقلبات الجوية يعني من أمطار من غيوم من سقيع من رياح أي ظواهر جوية عندي بتحدث دائما عندي بطبقة التروبوسفير تكون الغيوم بحدث عندي في طبقة التروبوسفير هلأ بهمني تعرف أنه في هاي الطبقة درجات الحرارة قاعدة بتقل كلما ارتفعت لأعلى يعني أنا كلما ارتفعت من هاي الطبقة هي من سطح الأرض باتجاه الأعلى قاعدة عندي هاي الطبقة بدها اتقل فيها درجات الحرارة يعني كلما ارتفعنا للأعلى رح أشعر في البرود لكن ضمن هاي الطبقة ليش حكيت ضمن هاي الطبقة لأنه رح تعرف أنه سرح نيجي للطبقة اللي بعديها اللي هي طبقة استراتوسفير بتبلش مجرد ما أفوت هاي الطبقة اللي هي استراتوسفير هون هاي طبقة استراتوسفير مجرد ما أفوتها بتبلش عندي درجات الحرارة بالازدياد نشوف شو خصائص طبقة استراتوسفير اللي هي الطبقة الثانية من طبقات الغلاف الجوي بيسموها الطبقة المستقرة ليش؟ لأنه أول إشي درجة الحرارة فيها كل ما لها بازدياد لكن سميتها الطبقة المستقرة لأنه ما بتحدث فيها أي تقلبات جوية ما بيحدث فيها لا مطر ولا غيوم ولا أي نوع من هاي التقلبات الجوية اللي بتحدث عندي في طبقة التروبوسفير عشان هيك هي الطبقة هاي تعد مناسبة للطيران يعني أغلب الطائرات لما بتحلق بتحلق عندي في هاي الطبقة ليش ما بتشهد فيها لا سقيع لا إنجماد لا غباء عفوا لا دقائق مثلا من اللي هي البخار الماء المتبخر من الأرض لا فيها أمطار لا فيها غيوم فهي مناسبة جدا للطيران يعني واضحة بتكون كاشفلة اللي هو الطيار لما بدو يطير بطيارته طبعا زي ما حكينا تقريبا سموك 50 كيلومتر وسميتها مستقرة لأنها تخلو من الطبقات الجوية كمان مناسبة للطيران لأنها تخلو من التقلبات الجوية نيجي للطبقة الثالث اللي هي طبقة الميزوسفير هاي اللي هي طبقة الميزوسفير طبقة الميزوسفير يا سابع هي عبارة عن طبقة تقريبا سموكة من 50 إلى 80 كيلومتر هاي الطبقة بيسموها طبعا طبقة متوسطة بهني تعرف أن كل من تقلت فيها للأعلى درجات الحرارة بدتقل إذن قلت عندي بتروبوسفير رجعت زادت عندي درجات الحرارة بستراتوسفير رجعت قلت عندي درجات الحرارة بطبقة الميزوسفير هلأ هاي الطبقة بيسموها الطبقة الحامية للأرض زي ما أنتوا شايفين كاتب لكم تعتبر طبقة خامية للأرض ليش؟ لأنه أغلب الشهب اللي بتنزل عندي من طبقات الجو العليا أو من الفضاء هاي الشهب بتحترق عندي في هاي الطبقة فبتضمن عندي الأرض عدم وصول هاي الشهب لإلها يعني الشهب زي ما أنتوا بتعرفوا إذا بدأت توصل للأرض رح تعمل لي كوارث تعمل لي دمار لكن حكمة ربنا أنه بهاي الطبقة تحترق معظم الشهب فما بتوصل عندي إلى سطح الأرض لذلك هي تعتبر طبقة خامية للأرض طبقة الثيرموسفير وهي الطبقة الأخيرة بسموها الطبقة الحرارية لأنه تزداد فيها درجات الحرارة بشكل عالي جدا طبعا هي أكثر الطبقات سمكا زي ما أنتوا شايفين تنتد إلى مئات الكيلومتر رأت طبعا كمعلومة إليك أنه هاي الطبقة هي بتكون فيها الأقمار الصناعية والأقمار الصناعية عشان هيك هي مناسبة لأي نوع من أنواع الاتصالات اللاسلكية إذن انتبهتوا ليش هون خاطط لك اللي هو اللي هي مكوك فضائي طالع ممكن إذا بدنا إحنا نحكي عنه قمر صناعي بالثيرموسفير لأنه هي عبارة عن طبقة بتحدث فيها إنه بيخلوا فيها اللي هي الأقمار الصناعية تتحرك لأنه مناسبة جدا للاتصالات اللاسلكية هلأ هون سألنا بسؤال بتطوير المعرفة مجرد معلومات لكم تعرفوا عن طبقة الأوزون اللي هي عبارة عن طبقة توجد بمنطقة استراتوسفير اللي هي بالطبقة الثانية من طبقات الغلاف الجوي توجد عندي طبقة بيسموها غاز الأوزون اللي هي عبارة عن مجموعة من الغازات اللي بتحميل الأرض من أي نوع من أنواع الأشعة الضر طبعا طبقة الأوزون كلها بنسمع أنه يوجد فيها ثقب نتيجة اللي هي استخدام اللي هي أي نوع من أنواع الغازات الضرة ممكن اللي هي استخدام الوقود الأحفوري بكافة أنواعه استخدام أي نوع من أنواع الغازات الضرة فهو عم بيسألك هون ما التوصيات لتستوجهها إلى المجتمع الدولي للحد من هاي الظاهرة في عندكم ممكن زراعة النباتات بمعنى هي عبارة عن مصدر لتنقية الجو بإعطاء غاز الأكسوجين ممكن نحكي وضع فلاتر على مداخن المصانع ممكن أحكي اللجوء إلى مصادر طاقة بديلة غير مضرة بالبيئة أنا بهني سؤالين تقويم والتأمل فاسر لماذا تعد طبقة استاتوسفير طبقة مناسبة للطيران زي ما حكينا قبل شوي أنه هي مناسبة للطيران لأنها زي ما أنتوا شايفين خالية من أي نوع من أنواع التقلبات الجوية أما ما أثر طبقة الميزوسفير في حماية الأرض حكينا عنها قبل شوي اللي هي تعتبر طبقة حامية ليش؟ لأنه تحترق معظم الشهب في هذه الطبقة إذن تعتبر هاي الطبقة حامية أو تقوم بحماية الأرض لأنها تقوم بأنه فيها بيحترق الشهب فيها قبل وصولها إلى سطح الأرض فهي تحمي عندنا كوكب الأرض هذا هو كان درس نزي ما أنتوا شايفين درس سهل وبسيط بتمنى لكل الملاحظات اللي أنتوا شفتوها أن نسجلها على الكتاب أو اللي بحبين لها نوتات على الدفتر وإن شاء الله بنلتقي بالفيديو القادم بالدرس الأخير من دروس مادة العلوم العامة وفقكم الله شكرا